الحديث أكثر عن أسواق النفط والطاقة ينضم معي من الخبر المهندس عايظة لسواجان المختص في شؤون النفط والطاقة أهلا بك أستاذ عايظ أو مهندس عايظ أهلا بك أهلا وسهلا في البداية ارتفاع أسعار النفط تبدو محاصرة بين ارتفاع الطلب وعدم اليقين بشأن اتفاق أوبكي بلس الأخير كيف تشاهد هالمشهد كيف تقرأ هالمشهد هذا أولا تحية طيبة لك أخي أحمد والمشاهدين ومشاهدات قناة الأخبارية هذا بالفعل يعكس حال الضبابية التي تعيشها أسواق النفط بشكل عام نحن نتحدث عن عوامل سلبية ما زالت تعيش حولنا وتسيطر بشكل واضح على أسواق النفط وهناك أيضا عوامل إيجابية لكن لعلي أختصرها في ثلاث نقاط العوامل السلبية نحن نتحدث عن تزايد حالات الإصابة بسلالة جديدة وهي ما تسمى بمتحور دلتا ورأينا ذلك قام بانتشار كبير جدا على نطاق واسع من القارات والدول وهو ما سبب ذعر للمستثمرين في هذا القطاع أيضا الأمر الآخر هو تراجع وتيرة توزيع اللقاحات وأخذها بين الدول رأينا أن هناك أيضا دول أعلنت بنقص في عدد اللقاحات المتوفرة لديها الأمر الثالث وهو مهم جدا هو عدم توصل مجموعة أوبك بلاس لاتفاقية لتمديد الاتفاق الحالي لبعد شهر أبريل عام 2022 إلى نهاية السنة 2022 هذا أعطى نوعا أيضا من ضبابية حول مدى العرض لما بعد شهر أبريل عام 2022 لكن هناك أيضا عوامل إيجابية تجعل نوعا ما موازنة للأسعار لذلك نرى أن الأسعار تتذبذب في مستويات مقبولة نوعا ما للمستهلكين والمنتجين نحن نتحدث عن 75-74 دولار من العوامل الإيجابية التي نتحدث عنها هو نقص المخزونات التجارية على المستوى العالمي نحن نتحدث عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المخزونات لديهم آخذة في الانخفاض بشكل كبير جدا أيضا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية نرى أن المخزونات هناك بدأت بالتناقص بشكل كبير نحن نتحدث عن انخفاض المخزونات هناك على مستوى خمس أسابيع متواصلة هذه بلا شك الإخفاضات أدت إلى يعني نوعا ما من إعطاء صورة أن هناك زيادة لنمو الطلب ويعني حافظة على هذه الأسعار عند هذه المستويات طيب يعني خلينا سألك السؤال المهم الآن هل عدم اتفاق دول يعني أوبيكي بلاس هل يعني عدم زيادة الإنتاج؟ هو حتى الآن لم يتم سوف يعني لم يتم الإعلان أنه راح يكون هناك رفع في الإمداد من عدمه لكنه في أوغست لو مشينا على نفس الاتفاقية السابقة في أوغست شهر أوغست اللي هو الشهر القادم سوف يكون هناك رفع في المعروض كما هو محدد له لكن هل سوف يتم ما تم تداوله سابقا بأن يكون هناك زيادة تدريجية ابتداء من الشهر القادم بأربعمائة ألف برميل حتى بلوغ المستوى المحدد له سابقا لم تتضح المعلومات حول هذا خصوصا مع عدم توصل لاتفاقية تمديد هذه الاتفاقية إلى نهاية عام 2022 حتى الآن نحن مستمرون على اتفاقية تم توقيعها في العام الماضي 2020 وهي تتمثل في شهر أبريل والزيادة سوف تكون قادمة في شهر أوغست كما هو محدد له طيب إلى مهندس عايض يعني من المستفيد والمتضرر من تأجيل الاتفاق أوبك بلس وليس هناك يعني بشكل يعني بشكل واضح هناك مستفيد أو غير مستفيد لا تحدث على السواق العالمية يعني بشكل عام السؤالك واضح نعم نحن نتحدث بمنظور منظمة أوبك بلس منظمة أوبك بلس هي تسعى إلى استقرار الأسواق لا تهتم كثيرا بالأسعار النفط الأسعار سوف تتماشى مع استقرار الأسواق لذلك نرى أن مجموعة أوبك بلس بقيادة المملكة العربية السعودية وبقيادة وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان تعمل جاهدة لوضع يعني منطقة متوازنة بين المنتجين والمستهلكين الآن في حال أنه استمرت هذه الاتفاقية على هذا النحو سوف يكون هناك انخفاض حاد في المخزونات مما سوف يتولد عنه ارتفاع الأسعار لكن هل سوف يتم اتفاق؟ هذا ما سوف نراه إن شاء الله خلال الأشهر القادمة نعلم أن هناك حوارات ثنائية وثلاثية ثلاثية المستوى بحول أو بصدد الوصول الاتفاقية في تمديد الاتفاق إلى أنه لم يظهر على الإعلام أو على السطح مدى صحة هذه المعلومات طيب على المدى الطويل الآن كيف تشاهد أسعار النفط ومستقبل النفط على المدى الطويل؟ كما ذكرت هناك أمور سلبية أو عوامل تزيد من حدة الضبابية في أسواق الطاقة بشكل عام ومن أهمها هو زيادة إصابات بحالات متحور دلتا نحن نتكلم وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا انتشرت بشكل كبير نحن نتحدث عن 98 دولة تم اكتشاف هذا الفيروس المتحور فيها هذا يزيد من مخاوف لدى المختصين في هذا المجال بأنه سوف يولد لا سمح الله إغلاقات جديدة ورأينا ذلك رأينا أن كوريا الجنوبية بدأت الإغلاقات فيها هناك أستراليا رأينا أيضا على سبيل المثال المدن اليابان مدينة توكيو أعلنت الحضر رأينا أيضا ليس فقط على المستوى آسيا أيضا على المستوى الأفريقي تونس في الأسبوع الماضي أعلنت انهيار المنظومة الصحية لديها بسبب تفشي فارس كورونا حمان الله وإياكم منه نحن نتحدث أنه ما زالت هناك عوامل سلبية سوف تحد من الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط لكن نتوقع أن يستمر عند المستويات الحالية ويحافظ على هذا النوع من الاستقرار المخزونات كما ذكرنا بادية بالإخفاض بشكل كبير سواء على المستوى العالمي أو حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية هذا سوف يعطي نوعا ما من التوازن لهذه الأسعار طيب مهندس عايضة أيضا حال العقود الأجلة لأسعار النفط المستقبلية أيضا سلوك المتعاملين أو كما نسميه المضاربين في أسواق النفط يعني كيف ستكون الحالة؟ هو الضبابية واضحة وعدم الرؤية واضحة تأثيرها على الأسواق وعلى المضاربين نحن نرى الأسبوع الماضي كيف انخفضت الأسعار بعدم التوصل لحل نهائي أو اتفاق لتمديد الاتفاقية الحالية رأينا أيضا تأثير ذلك على المضاربين بتزايد الحالات إلى أنه في الجانب الآخر نحن نتحدث اليوم إن شاء الله في نهاية اليوم سوف يعلن معهد البترول الأمريكي عن المخزونات الأمريكية وأتوقع أن يكون هذا له تأثير إيجابي بحيث نحن نعلم أنه سوف يكون هناك انخفاضات بإذن الله في المخزونات الأمريكية أيضا الأسواق والمضاربين ينتظرون يوم الغد وهو يوم الأربعاء تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزونات الأمريكية ونحن نتوقع أن يكون هناك انخفاض هذه الانخفاضات سوف تعطي نوعا ما من التحفيز للمضاربين في أسواق النفط المهندس شكرا جزيلا لك